بعد ذلك راهي وقعت صراعات الأجهزة داخل الأجهزة هذا اللوبي اللي رجع من السجن الآن تمكن من السيطرة على أمن الجيش سيطرة على الأمن الداخلي والأمن الخارجي الرئاسة عندهم اللوبي لم يتغير حتى كراح سعيد بوتفليق اللوبي العميق داخل الرئاسة قعد كمراه تبون جاء حتى اللي جابهم معاه طردهم باستثناء أعداد قليلة لا تحك لا تسك ونذكره محمد العقاب اللي كان الرجل في مداومة تبون هو الأول وده ديركت مستشار ليه كإعلامي وبعد ذلك طردوه ثم بعد ذلك سكتوه بعضوية في مجلس الأمة لأنه قعد يبكي ويراسل ومحبش يسكتو ويبكي على تبون وكذا ويبعث في رسائل هنا وهناك ولا قال كذا قد يسبلنا صداع خلي نحطه في دار العجزة اللي يسموها مجلس الأمة وخليه يقع الثم هذه الأمور كحدث تتساعد ولكن الآن يعني في فطرة قصيرة جدا فيه واحد اللوبي فقد مواقعه في الوزارات في كذا والآن يعمل على استعادتها وتم استعمال ملفات نذكر خالد نزار لما كان في إسبانيا سرب فيديو على حادثة تيجنتورين وهدد أنذاك بتجويل هذه القضية وطبعا تلك الحادثة راهي دولية وليست داخلية أيضا تم التهديد بملفات تتعلق بالفساد استهدفوا القيد صالحوا استهدفوا حتى شنجريحة بعد ذاته وبعض النافذين في المؤسسة العسكرية وكان هناك أيضا من جهة أخرى هناك أرشيف لدى الدياراس اختفى ويتعلق بالفساد ويتعلق بملفات ثقيلة تتعلق بالتعامل مع دول أجنبية والجوسسة والخيانة والعمالة وكثير من الملفات هذا الملف أو هذا الأرشيف لم يظهر لحد الآن هو موجود عن جهة ما وهذه الجهة مازالت تستعمل في كثير من الألعاب من أجل تطهير في نظرهم بين قوسين كل الإدارات النافذة حيث معلش الوزير يكون ويكون لكن الأمانات العامة والإدارات وضباط الاستخبارات اللي في الوزارات ذات السيادة وذات النفوذ يجب أن يكون لدى هذه المجموعة من بين مثلا الأمور التي حدثت هذا واحد نصاب محتال اسمه يعقوب بالحسني هذا الشخص اللي كان يتحرك حتى بوثائق مزورة في أوروبا قالوا يتواجد في اليونان وتحرك بطاقة تعريف بلجيكية مزورة وكثير من الأمور هذا الشخص لا كان يعرف عليها حتى أحد فجأة ظهرت صورة لكن هل هو نفس الشخص أو لا لا ندل ظهر في نفس الفطرة ولي كانت خالد نزار وجماعته يسربه في الملفات عبر أحد المدونين اللي يتواجد في رندل هذا الأول من تكلم عليه تكلم عليه هذا الشخص وفي نفس الظرف اللي يفجر فيه هذا الملف تحدث على ضرورة عودة الدياراس وأنه ما يحدث بسبب غياب الدياراس مما يوحي على أنه تفجير هذا الملف في حد ذاته كانت لعبة من طرف جهة نوبي يريد أن يستعيد الدياراس ويستعيد جهاز الأمن مثل ما كان عليه في زمن توفيق قبل ما يكسر سعيد بوتفريقة ثم ينهي الأمر الجايد صلى هذا الأمر واضح يعني يظهر في نفس الظروف ملف في فجر شخص والمعلومات اللي عندي تقول بأن هذا الملف وصله من عند ابن خالد نزار المدعو لطفي نزار هو اللي كان يعطيله في ملفات ويعطيله كذا بل أنه لطفي أصلا كان أيضا ضمن خلية ورّت فيها كانت تخطط لاغتيالات واختطاف منها هشام عبود كهدف أساسي ثم تم ذكر أشخاص آخرين ومن بينهم أنا شخصي والغريبة أنه هذه القضية تحركت من بلجيكا وهي الجهة نفسها التي راه يبدو أنها وفرت إلى هذا الشخص مثل هذه البطاقة إذا كان هذا الشخص موجود بالفعل في اليونان وتم نشر حتى رقم تليفونه أنا ذات قال لك هكذا باش يقلعوا الناس أنه موجود في اليونان وكذا رو عنده رقم ولكن لا يمكن أبدا أن تكون هذه القضية ليست تحت يد الاستخبارات يعني شخص يتصل بهزراء ويتصل بمسؤولين ويخبرهم بأنه مسؤول أمني كبير وديبلوماسيين وصفراء وفيهم اللي يبعثوا له الأموال يعني كدك عشوين واحد يدير تليفون ويتصل بالجهات أكيد كاينة دوائر أمنية قدمت هذا الشخص لهؤلاء الأشخاص وعرفتهم عليه مسبقا قبل ما يفكروا في مثل هذه الأم حتى مثلا تسريبات تسريب اللي يحدث مثلا مع وزير التجارة واضح بأن وزير التجارة يتحدث معاه بأرياحية سيد الوزير إحترامتنا السلام عليكم كيف رأك؟ لا بخير اسم حينما يقولون لكم موقعا ألينا فاتحgraph طيبكم ويمشي آه باكو بناظر مع رئاسة ويمشي آه باكو 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 لطنكو تهدر عيد مالك ما على باليش وقالتو مالك ما يجوزيك آه سيد الوزير على بالك رمي يجونا تقارير من بعض النواب تاع البرلمان ورهم يجونا من الشعب ورهم يجونا كذا فيما يخص مادة الحليب هذي اللي ره يتعلل المصانع هذي اللي اللي بتوحنا يشروا البودرة وعلى باله به من يكون ترى من هي الجهة التي تحدثت إلى وزير التجارة ويعرفها وزير التجارة وخبراته بأنه فيه مسؤول أمني رح يتواصل معه أكيد جهة أمنية هو عرفها من تكون لذلك استقباله بهذه الطريقة وزير في منصب وكذا يتصل به شخص ما يعرفه حتى الشيء يتكلم معه بهذه الطريقة منص مستحيل